رحبت دول جنوب شرق آسيا التي تعتمد على عائدات السياحة بتخفيف الصين للقيود المفروضة على السفر الدولي تقول دول جنوب شرق آسيا بما فيها كمبوديا وإندونيسيا وسنغافورة إنها لن تطلب اختبارات الحمض النووي من المسافرين من الصين وتصنف معظم وكالات السفر في الصين جنوب شرق آسيا كوجهة أولى للسفر وتقول فيتنام وتايلند وماليزيا إنها مستعدة للترحيب بالسياح الصينيين والدعاية لبلدانهم في البر رئيسي الصيني كما يقول مسؤول السياحة وأصحاب الأعمال المحليون إن السياح الصينيين مهمون لبلدانهم وأعمالهم سياح صينيون مهمون جدا لتايلاند تستعد الجميع وكالات السفر وفنادق المعالم السياحية في تايلاند لترحيب السياح الصينيين ستكون تايلند مستعدة وستبدل رابطة الوكالات السفر التايلندية وصارى جهودي لمساعدتي في الاستضافة المجموعة السياحية السينية أعتقد أنه ليس من المفيد الكامبوديا فقط أن تسد نفسين السياحة الخارجية ولكن ذلك أيضا سيؤد بنفع على صناعة السياحة العالمية بشكل كبير بالنسبة للكامبوديا نراحب بسياح سينيين كثيرة وتراحب كامبوديا دائما بالشعب السيني والسياح والمستثمرين السينيين